اجتماع بين رابطة الأندية والاتحاد الكرة ولجنة الحكام استعداداً للموسم الجديد اهو ده كلام الكويس اهو ده الكلام اللي احنا نتمنى نتمنى ان يكون هناك او يؤدي هذا الاجتماع الى الاعداء اللي حضراتكم شايفينها رابطة الأندية لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدر الحج عامر ثم النائب احمد دياب وكلاتنبرج المسؤول عن التطوير في التحكيم او في لجنة الحكام او رئيس لجنة الحكام قول زي ما انت عايز التلاتة قاعدين لكن ايه اللي حيحصل ان شاء الله يكون فيه جديد خلال الفتر اللي جاية كان اجتماع تنسيقي ما بين التلات اسماء اللي قلتهم لحضراتكم لمنقش الترتيب الموسم الجديد النائب احمد دياب وجه ان هناك تعاون كبير ما بين سيكون ما بين الربطة والاتحاد الكرة ولجنة التحكيم خلال الفتر اللي جاية لان هناك تداخل كبير بين الربطة والشركة الرعية وان اضاف النائب احمد دياب ان تشكيل الربطة في الموسم الجديد بنفس قوامه وتشكيله السابق في الموسم الماضي وان دمالها دكتور احمد النجار بدلا من سيد عامر حسين عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم نتمنى ان يكون هناك اتفاقات جديدة فيما يخص التحكيم المصري لو تفتكروا حضراتكم بس عشان الكلام اللي بيتقال انا قبل كده كلمت مع حضراتكم في موضوع التحكيم المصري وطلع لها حتى بعض من جمهور النادي الالي كان يعني متضايق شوية من انا بتكلم كل شوية عن التحكيم وكذا وكذا لكن لما شفنا الاخطاء التحكيم في هذا الموسم الناس قالتلي انت كان عندك حق لو عشان كده انا بتكلم من بدل اهوق من فضل حضراتكم يجب ان يكون هناك تطوير في التحكيم خلال الفترة اللي جاية لصالح كرة القدم المصرية ولصالح النادي الاهلي طبعا طبعا لصالح النادي الاهلي وكل الاندية اللي موجودة فنتمنى ان يكون هناك تطوير تطوير حقيقي وليس كلام اشتركوا في القناة